اعلن المجلس العلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية عقدت مساء هذا اليوم الأحد ليلة الاثنين التاسع والعشرين من شعبان الف واربعمائة واثنين واربعين للهجرة الموافق الحادي عشر من أبريل الفين وواحد وعشرين لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر رمضان المبارك وقررت استمرارا عقادها مساء يوم غد الاثنين ليلة الثلاثة الموافق الثاني عشر من أبريل الفين وواحد وعشرين